ومن الرياض إلى مكة المكرمة حيث انتشرت مؤخراً العديد من المقاطع والصور لمباراة كرة قدم في إحدى الحارة القديمة بمدينة مكة المكرمة يحضرها ويتابعها العديد من الشباب من فوق الجبال ومن أعلى أسطح المنازل لمعرفة المزيد عن هذا الملعب وظروف إنشائه وأهميته كذلك لدى سكان الحارة القديمة معنا مراسلنا بهاء عسكر أهلاً بك بهاء ما هي المعلومات التي توفرت لديك عن هذا الملعب الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة مساء سعيد لك ولكافة مشاهدي الإخبارية حسن هذا الملعب رغم وقوعه بين هذه الصخور الصماء إلا أنه يحكي تاريخاً لعقود من الزمن فيها من المحبة والألفة والتكافل الاجتماعي بين سكان هذه الأرض المباركة هذا الملعب حسن والذي انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتصوير من المصور ياسر بخش هذه الصور التي انتشرت ما هي سوى لحظات من لحظات التكافل والمحبة والألفة هذا الملعب رغم خروج الموهوبين الكرويين من هذا الملعب إلا أنه كذلك خرجت هناك مواهب متعددة عبر اللقطات التي شهدناها لاحظنا أيضاً حتى التعليق الصوتي في تلك المباراة التي أقيمت هنا في هذا الملعب هذا الملعب يحكي تاريخ ثلاثين عاماً مضت ومنذ تأسيس هذا الملعب في حي الكدوة هذا الحي الذي يقع على مقربة من المسجد الحرام وأنت في هذا الملعب وفي أحد مدرجاته تستطيع النظر وترى مباشرة ساعة مكة المكرمة يفصل بينه وبين المسجد الحرام مسافة هوائية تقريباً ما يقارب كيلو ونصف الكيلو حتى المسجد الحرام هذا الحي يعد من الأحياء القديمة التي تقع في الجنوب الشرقي لمكة المكرمة لو نلاحظ عمليات الطلاء التي تمت هي أكاديمية رياضية جاءت إلى هذا الموقع وقامت بعمل الطلاءات الموجودة سواء على المنزل المجاور لهذا الملعب وكذلك للحجارة المحيطة عند أهالي الحي هذا الملعب يسمى ملعب الورشة وعند أهل مكة المكرمة جميعهم شباب مكة الرياضيين يعرفون ما هو ملعب الورشة من هنا يعني ظهرت نوابغ في الكرة في كرة القدم نوابغ شاركوا في أندية كبيرة نجوم بارزين ظهروا من هذا الملعب فقط للتوضيح سبحان الله يعني المدرجات استطيع أن أقول حسن مدرجات طبيعية أنت تتواجد في أرض الملعب الآن؟ نعم أنا الآن في أرض الملعب على الشرفة المطلة على الملعب يعني هذا المكان للجماهير مخصص الذي أقف فيه حسن مخصص لوقوف الجماهير يقع خلف العارضة هذا المكان كذلك المدرجات المحيطة هي مدرجات طبيعية من الصخور موجودة ممثلة كعلى هيئة مدرجات موجودة وكذلك أيضا يعني لو تلاحظين خلف الملعب يعني جبل تقريبا بعلو حوالي العشرين متر يرتفع هذا هنا نهاية هذا الملعب نعم حسن ما سبب تسمية هذا الحي باسم الكدوة؟ سؤال جميل حسن حي الكدوة هو يعتبر من الأحياء القريبة من ثنية كدية تاريخية هذه الثنية وهو حي كدية موجود حتى الآن بهذا المسمى وثنية كدية تعد من الأحياء التاريخية ومسماها التاريخي وهو ثنية كداء أو حي كداء وذكر هذا المسمى في أبيات شعرية ذكرها حسن بن ثابت رضي الله عنه يوم فتح مكة حين قال عن هذا المكان وهو موقع كداء عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقعة موعدها كداء وكداء هو اسم المكان الذي التقت فيه الخيل يوم فتح مكة وهو يسمى الآن في الفترة الحالية بحي كدية فهذا الاسم الكدوة هو اسم مستخلص من ثنية كداء التاريخية شكرا جزيلا لك بها عسكر من مكة المكرمة